البرك لو يخيرونك تكون أحسن لاعب كرة قدم بالعالم أم أحسن لاعب كرة سلة بالعالم كرة كنت بقول كرة قدم لأن العيون والأنظار عليها أكبر ولكن مبالغ الان بي اي مو طبيعي كرة سلة جوردن عنده براند وعنده الكرة فيها يمكن ما سي عنده بعد لا أعتقد على مستوى مايكل جوردن يملك الحين شارلت هورنتس يملك نادي من زمان والبراند مايكل جوردن مو طبيعي مو طبيعي فعلا دعنا نبدأ بدراسة قريتها ب Glassnode فالدراسة التي تقول أنها الحين تقريبا 55% من قلة سعر البيتكوين البيك كان بنوفمبر الآن تقريبا 55% من البيك نزعين 40% من اللي استثمروا بيتكوين جنولي كلهم كل المستثمرين بيتكوين الحين 40% خسرانين احنا واحد منهم الشهر اللي طاف بروحه يعني بس الشهر الماضي نتكلم عشان يعني ايبرل 15% ونص من جميع محافظ البيتكوين ده الشوخ خساير لما لما نزل البيتكوين لسعر 31 ألف دولار طبيعي صراحة ما في يعني أنا ما عندي استنتاج من هذا توقع كلنا كلنا قاعد يعني نعاني من نفس المشكلة ولا نحب نشوف يعني ما أنا بي نشوف الأحمر هذا ما قاعد نفتح أتكلم عن نفسي أنا ما أفتح برامج تعرف دلتا وبلوك توبيا وهذه لأن يعني بنهاية احنا ما رح نطلع و يعني أنا عن نفسي أظن أن السوق رح يرتفع مرة ثانية فليش ليش أحور قلب خلني أفاجئك بشغل نزيل وابي رأيك فيه هل توقع أن في علاقة إيجابية أو سلبية positive correlation ولا negative correlation بين الكريبتو كورنسي ماركت والأسهم الناس ذاك إيجابية أعتقد قرأت مرة أن في correlation عالي حل عالي مو صحيح نا صحيح بس ما تسمع دايما أن يقول لك حط فلوسك بالكريبتو إيه 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 يعني البورصة إذا ارتفعت إذا انزلت ونهار السوق الأمريكي فإحنا في أمان والأسهم إذا راحت يعني في يعني خاصة الموضوع هذا يعني مع الأسهم الحين أعتثبت أنه في correlation عالي بين الناس ذاك وبين الCrypto Market كان عندك نقاط انتهى بعد المحسن تذكرها ايه نعم كان فيه خبر ويليه قصة الخبر أن سام بانكمنفريد هذا صاحب شركة FTX أو منصة FTX المشهورة الأمريكية استثمر في منصة روبينهود منصة روبينهود منصة أسهم أمريكية يعني تحلك المجال أنك تشتري وتبيع بالأسهم الأمريكية لو كنت يعني عايش في أمريكا اشترى 56 مليون سهم بقيمة 650 مليون دولار وصار ثالث أكبر مستثمر في شركة روبينهود طبعا هذا يعني أو شي مبلغ أكثر من نص مليار دولار شي ثاني خبر يعني غريب بس يعطيك يعني يخليك تفكر شوي ليش صاحب منصة من أكبر منصات العملات الرقمية يشتري مبلغ كبير في منصة أسهم تقليدية ما رأيك توقع أن اتبع من أول وأهم خطوات الاستثمار اللي يبدي لا يخلي استثمارات كلها بالكريبتو يبدي يحطها بأمور ثانية يعني عندك الأسهم هذه يعني ثابتة عدل يعني عشرات السنين ما توقع وصلنا مئات بس لما توزع استثمارك أبدا ما يكون يعني ما هو قرار خاطئ يعني مثل الحين اللي استثمار كل واحد يعطي فلوسة مع لونة هذا عز الله ما هو بخير نزين فتنويع الاستثمار دائما ممتاز هذا واحد أثنين يمكن يشوف أن الكريبتو يعني ما لأ مستقبل قوي مثل الكلام الحين طالع على كوين بيس إن احتمالي فلسون وذاكرين إذا فلسنا ترى كريبتو ليس بس بخير نحن عندنا فليشتري خلي يسحب من الأكسين تخيل كوي بيس مدرجة بالبورصة من جيد الواحد لازم يهتم إن إذا ما قاعد داول بأموال الرقمية إن يسحب ويحط هم على كول ستوريج تازوس أو لجر أو من غيرهم هذه الأجهزة اللي تحفظ لك عملاتك خارج الإنترنت نزين طبعا زيدك أنت تكلمت عن أنك تطلع من الكريبتو والدشا ماكن ثانية بس هو ترى فيه شيء ثاني فيه نقطة أنا ما ذكرت لكي إياها إن FTX صار لهم فترة داشين في سوق الأسهم ففتحوا مثل منصة داخل FTX إنك تداول بالأسهم الأمريكية فيمكن فيه احتمال يعني فيه بعض الناس يظنون إنه يمكن يستحوذ على روبين هود وتصير جزء من FTX ممكن في هالحالة نعم فهو اللي بالم لأن روبين هود دياهم بوبليستي سيئ مع اللي صار مع شسمهم هذول GameStop هي ردت نعم جمعة ردت وهذا يعني كشفوا بأمور كثيرة أنه في بعض يعني إمتري مموجود فاسمهم أخذ لضربة قوية فممكن يكون عندهم يعني يعني أنت تشتري مرات الشركات يستحوذ عليها لأسباب مو بس لأن يشوفون أنه ممكن يطورون الشركة مرات يشترون شركات يستحوذون عليها ويأخذون بس الـ Contacts يكون أرخص لهم أن يشترون الشركة مع الـ Contacts والزبائل اللي عندهم خاصة إذا كانوا Targeted Customers يأخذون هم ويضيفون لهم ويدشون عندهم بدأ التسويق يعني الشخص مثلا يكلف لألف دولار من تسويق أعلانات وأذر الشسمة L'acquisition فيه بس لو يشتري تبيع عطور شركة شرعتها بـ 340 ألف شيء جدي رعيها قال يا معود أنا أصلا I don't break a profit خسران الشركة تكفى أخذها أخذها وسكرها ثاني يوم ليش يبيل شسمة يبيل Customer List نعم كل بساطة كل فيها زبائل لو إن العدد الزبائل اللي عنده حط إعلانات يبيلها وقت ثانيا يبيلها فترة طويلة مبارك كبيرة يدفعها كان يدفعها يمكن مليون بدلاً من أفضل من ألف نعم طبعا صح روبنهود نازل قيمتها نزول حاد من 55 دولار إلى 8 دولار بس منه اشتراها رفعها تقريبا 20% أو كم وصلت 10 ونص أو تقريبا 11 10 ونص على كم الفترة هذه من من 55 لا من IPO ما أدري IPO متى من كذا السنة بس روبنهود اربحوا حيل من فترة كورونا وايد ناس من قاعدة البيت الظاهرة أو شي بدوا يستثمرون بالأسهم فزاد اليوزر اليوزر زاد أكثر من 40-50% بفترة بسيطة سنة أو شي فصح كلامك موضوع الcontact اليوزر ما في شك روبنهود صار عندهم أظن صاروا من رابع أو خامس أو سادس أكبر منصة تداول أسهم أمريكية برغم مصغيرة أمريكا المهم فكتب بما أن تكلمنا عن FTX وشراء سام الحصة كبيرة من روبنهود قلت هنقول لكم منه سام هذا منه سام من فريد ومتى فتح FTX وشنو قصتها بالضبط فسام بدأ يشتغل في شركة تداول تريدينج فرم بأمريكا 2014 وشتغل فترة وبعدين ترك 2017 بأز صعود عالم العملات الرقمية وبالتحديد بيتكوين بأكتوبر 2017 فتح شركة سماها Alameda Research Alameda على منطقة بأمريكا وResearch عساس أن يعطيها بريستيج يعطيها اسم أكثر مما هي تستاهل بصراحة لأن كانت الشركة كان يسوي شي عجيب بصراحة وما ودي أخرب القصة بكمل بدون ما أقول لكم الحين الفكرة منها أن يربحون بأربتراج كان في أربتراج خوي بين أمريكا وآسيا كوريا تحديدا ومن بعدها اليابان وطبعا أربتراج اللي هو مراجح أنه تلقى شي تلقى سلعة موجودة بالكويت بسعر رخيص وتنبع بسعر آئلي مثلا بالسعودية فتشتريها بالكويت توديها السعودية تبيعها وتسد الأربتراج هذا تسد المراجح هذا إلى أن يستوي السعر فإذا حصلتها وما حد يدري عنها راح تقدر دخل دخل كبير بسبة فرق السعر هذا فهو لقى طبعا ما لقى كان معروف بالعالم في شيء اسمه كيمتشي بريميوم طبعا كيمتشي بعمر تدري الأكل الكورية مثل أتار ما لهم فكمتشي بريميوم شنو كان كان سعر البيتكوين بكوريا أظنى 20% أو 25% أعلى من سعر بيتكوين بأمريكا وبالعالم بشكل عام فكانت فرصة تشتري بيتكوين من العالم تودي كوريا وتبيئة يعني شيء عجيب بس طبعا ما صار تشري إلا لأن حيل صعب تشتري بيتكوين في كوريا وحيل صعب تطلع فلوسك عقوبها من كوريا فما كان أحد مستغل لشيء هذا لقى أن اليابان سهل فيها تسوي شيء هذا بس المراجحة فيها 10% يعني سعر سعر البيتكوين في اليابان 10% أكثر من سعر العالم فقعد سنة كاملة يدرس شلون يسويها لأن لنتخيل شلون الفكرة تبي تديش اليابان وتبيع على الناس هناك بير تبيع يعني ما عليهم تبيع تروح حق واحد بالشارع المهم تتواصل وياه وتبيع تحول للبيتكوين ما لك يعطيك كاش تخيل تطلع 10 مليون بيوم واحد من اليابان يقول ما لك تطلع هبس تقول بيتكوين على أطول غسيل أموال حاول يفكر شلون يسويها بطريقة أن البنوك ما رح توقف أن الحكومات ما رح توقف فقعد يدرس سنة كاملة إلى أن حل كل المواضيع هذي شلون يطلع هوا هذا المهم وقام يدخل الفلوس قام يأجر يأخذ وياه ناس يعطيهم فلوس وياه تخيل الجماعة بالناس يوديهم كلهم يروح يبيع البيتكوين باليابان ويحول ين طبعا يبيع إلى الين آسف ومن الين يشوف شنو القيمة للحد الأعلى الشخص الواحد يقال يطلع من اليابان بدون ما يسوي مشاكل تخيل قام يطلعون بالملايين إلى أن وصلوا باليوم والواحد يطلعون 25 مليون دولار طبعا الأربع تراج قلنا 10% تخيل كل يوم يربح مليونين ونص دولار كل يوم من هالحركة رايح راد اليابان رايح راد رايح راد اليابان نعم طبعا ما أعتقد تكملوا بطريقة هذه رايح راد أكيد لقوا لهم لأن العملية هذه استمرت سنة أو أكثر سنتين فأكيد يعني لقال لها طريقة أفضل بس أن كان شنو كان من كثر ما الموضوع صعب ويأخذ وقت كان يحاول يدخل العمليات بالبنك يسوي التحويل يعني من اليابان إلى أمريكا على آخر ساعات العمل حق التحويل بأمريكا على أساس شنو يقدرون باتر الصبح يسحبون الفلوس مرة ثانية ويشتغلون فيها وإذا طافت السرعات هذه باتر ما في شغل أو يصير يعني ببلغ أقل وائد يعني ما يحصلون ما عندهم الـ 25 مليون يطلعون يقلون أرباح أمو من خلال ثالث سنين صار ملياردير 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 بعمر 29 عام من الحركة هذه من الحركة هذه هذه مو أربطراج هذه أكسو الفيزيكي أربطراج عقب طبعا عقب ما سوى الحركة هذه وصار ملياردير استخدم الشؤوس هذه عشان يفتح منصة FTX اللي هي Futures Trading Exchange في 2019 طبعا اليوم FTX من أكبر منصات التداول العملات الرقمية بالعالم سأعطيك فكرة عن شنو FTX اليوم في 2020 FTX اشترت بلوكفوليو حرفت تابع في أسعار العملات اللي انت تملكها بـ 150 مليون اشتراها في 2021 تقيمت الشركة 18 مليار دولار FTX 18 مليار السنة العقبها 2022 تقيمت مرة ثانية وصار في فوندنج راوند ثاني وكان تقييمها 32 مليار من 18 إلى 32 مليار تقريبا الدبل أقل بشوي طبعا يعني زيادة الأسعار توقع ليش الـ valuation هذا يعني نجزة كبيرة لأن بقول لك شو اللي صار في 2021 هذا زيادة كانت في 2022 في 2021 سوى أشياء وايد طبعا في 2021 كانت سنة وايد سنة كريبتو إذا تذكر وصلنا يمكن الـ بـ بـ وجون وصل بيتكوين 65 ألف دولار 69 نوفمبر 69 نوفمبر لا قبل هذا الـ بس قبل بعد بـ كان في بلران قوي بـ صح في 2021 سوى يعني استغل البلران هذا والمبالغ الهائلة أكيد اللي حصلها من التريدين اللي صار سوى كذا شيء منهم فتح منصة حق تداول أسهم أمريكية منها سوى خيالية من ضمنهم اشترى حقوق التسمية حق ملعب طبعا انت قريب من الشيء هذا وكيدت تعرفه ملعب مايامي هيت اشترى اشترى حقوق التسمية حق 19 سنة بـ 135 مليون دولار حقوقها اشترى هذا الشيء أنا أعرفه اشترى نيميغ رايتس حق فريق اسبورت اسمه تي اسم تي اسم أكبر نادي اسبورت بالعالم يعني مو بدون منافس فيه منافس ولكن أكبر بس تعبانين شوي صحيح يا أوكي يعتمد على على الاسبورت قاعد تتكلم عننا ما داعي يعني يا أخي احنا ربع خلنا ربع المهم تي اسم من أكبر أو مو من أكبر أكبر شركة اسبورت بالعالم حسب تقييم فوربس عندهم أفريقا بألعاب كثيرة من ضمنها ليغ اف لجنز دوتا 2 بالورانت سوبر سماش بردرز أو ميلي اسمها الحين أو ألتمت اليديدة تشيس عندهم عندهم لعب شترنج هيكارو ناكامورا من أفضل ثاني يمكن ثاني أو يأفضل أو ثاني أفضل لعب شترنج بالعالم لهم أن عندهم طبعا ستريمرز كثرة اشتروا منهم حقوق التسمية عشر سنين ب210 مليون دولار وهذا شيء يبين لك شوف أهمية الإيس بورت عشر سنين ب210 مليون وتونا ذكرنا معامي هيت 19 سنة ب135 مليون شوف الإيس بورت طلوع شون صاير وهذا يعني يقابل الكريبتو كورنسي من جهة يعني الكريبتو كورنسي شون قاعد يطلع على السواق التقليدية ونفس الشيء الإيس بورت شون قاعد يطلع على الترديشن سبورت اللي هي الرياضات اللي نعرف هذه الكرة والسلة وغيرها غير تري دشو برياضاتهم ثانية بعد دشو بالبيسبول هذا ميجر ليج بيسبول بأمريكا دوري أساسي أقوى واحدة أقوى دوري بالعالم يعني دشو بالأنفل دوري الكرة أمريكية مو بالأنفل بالذات دشو عن طريق توم بريدي اللي هو أشهر لاعب كورتر باكين صار براند امباسدر لهم دشو بأف ون فورميلا ون مع مرسيدس اللي هما قبل بل 2021 قبل ينتهي السيزن كانوا يعني أفضل فريق لمدة سبع سنين اللي فاتت أو شي دشو بكريكت تخيل حتى كريكت داشين فيها وعندهم ديل حق T20 World Cup كاس العالم اللي رح يصير فيه أبوظبي السنة هذه أو سنة الفاتت فأعتقد هذه الأشياء هذه غير طبعا الصعود الخيالي اللي صار ب2021 أعتقد يعني ساعد على تقييمهم 32 مليار دولار مجيب سبحان الله في الحين شفت الموسك والتويتر ديل it's on hold ايه ليش تحلم فيه اشوز على spam fake accounts ان الحسابات الوهمية او المزورة لازم تكون أقل من 5% من المستخدمين it's on hold حاليا ولكن قال he's committed يابه يستمر يشتريها من اللي يعني من اللي يحط القانون هذا 5% وهو يهمه بالشركة اللي يستثمر ايه اعلى من اللي يقدر يعني ديرا او شي مقابل to make it more feasible financially عرفت ف ما فهمت بصراح انا برجعك بصراح هو الحين بالبالة ان 5% اقل من 5% يكون spam fake accounts مش بالacquisition تبين الحين ان fake accounts are higher than 5% اكثر 5% فالحين it's on hold لين يتبين وين الحق اقل من 5% ولا اكثر ولكن يقول I'm still committed ايه انا احنا بشتري تويتر يعني مع الخبرية هذه نزلت لها متوقع يعني pre-market pre-market تقريبا 8.5% 8.67% هذا ما فتح ما فتح السوق الله يستر هذا طبعا عقب ما فتح السوق انا عندي 8% انت تقولها احنا يعني اصحاب الكريبتو بس لماذا من كم يوم شايفين لون من كم 80 60 دولار ولا شي تذي يقولوني دائما مستمرار انت الحين السوق احمر وميت وكذا واللي صار اسهم 0.5% 0.5% هذه ثالث دقايق احنا احنا نطالع بس نشوف الشارت ينزل ويصعد اكثر من شدي شكعت بولت هو ينزل 10% ويرد وانت لاحن ما طالعت اللوكفولي او دلت نفس اللي صار شاسمة بهذه شاسمونها فيكتوريا VR امس لما قلت لي بنزل لي ثلاثة سنت يعني يطق ثلاثة ضعاف نعم فيكتوريا كانت من ثلاثة تشيرة او 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 كانت بخمسين سنت الدول بعدين نزلت 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 نزول يعني مع الوقت الى ان وصلت كم سنتين او ثلاثة سنت وبيوم واحد وصلت ثمانية سنت ريباوند قوي كان حتى لونة اللي صار فيها الهيوج باونس اي للا بس ما ندري الله يستر الله يعين والله اللي مستثمر فيها وشفت الشاسمة الانفتي اللي كان هامنا موضوعة ازوكي ايه لا مو ازوكي شاسمة اللي كان 2-2 ايثر المنت بعدين صار 3-4 ايه الغوست شاسمة فانتم فانتم غوست ايوه اي نعم صار الريفيل ترى فالإشارة الحين يمكن يشوف التوكن ما العفو الانفتي شنو طرع ايه شو اشطرب الفلور الفلور كان اربعة قبل الريفيل ما دري لازم اشوف يعني الريفيل قبل شوي خنشوف شنو طرع الله يسهل ان شاء الله في عندك شيء ثاني ابو محسن اي نقطة ثانية ولا لا والله هيا الى الحلقة القادمة بإذن الله نراكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته